المذهب الحقيقي الصافي ومذهب محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه الشخص يقول يا رسول الله علمني دعاءة الله هل قال له توسل بي؟ هل قال له إذهب إلى منبر وتوسل عنده؟ هل قال إذهب إلى قبر فلان وتوسل به؟ لا والله أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول يوشف عيسى بن مريم ينزل ثم يأتي ويستغيف بقبر سبحانه هذا تجنع على رسول الله الرواية مردودة سندا ومتنا الحديث رواه أبو هريرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس أبو القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقصطا وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرض المال فلا يقبله أحد ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجبته الحديث في صحيحة الألماني الجزء السادس رقم الحديث ألفين سبعمية وثلاثة وثلاثين قال أخرجه أبو يعلى إلى قال وقلت هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين والحديث قال الهيثمي رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح أخرج البخاري في صحيحه نحن كله بالصحيح البخاري الله الجماعة لم يقرأوا كتوبهم في كتاب الاستسقاء باب ستة وأيضا في فتح الباري اثنيا على خمسمية واحد عن أنس بن مالك الدار أن رجل أن دخل يوم الجمعة من باب كان ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فاستقبل رسول الله قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا لماذا لم يقل له الحبيب المصطفى بأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا بل امتثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له عن ابن عمر قال قلت يا رسول الله أتوضأ من جر جديد مخمر أحب إليك أم من المطاهر يعني أتوضأ بماء جديد أم من المطاهر يعني من المكان الوضوء الذي يتوضأ منه عموم المسلمين قال لا بل من المطاهر لا تتوضأ من جر جديد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين من هذا الذي يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيسى عليه السلام لا يمكن اتهامه بالشرك وكذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن اتهامه بالشرك أو أنه لم يفهم التوحيد وأن ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب أو ابن باز فهموا التوحيد أفضل من روح الله عيسى عليه السلام أو الحبيب المصطفى صاحب المقام المحمود الذي هو الشفاعة وابتغوا إليه الوسيلة موسيقى موسيقى موسيقى